دخولك كذلك في الفترة الاخيرة واصبحت داخل الاحداث بشكل يعني مكسر اه لكن في الفترة صعبة تمام اصعب ما في الفترة دي طبعا هي كانت التوقيل بتاعها التوقيل بتاعها اللي هو ايه انك بتخش في فترة قصيرة وداخل على بداية موسم جديد طبعا وكانت الفترة انت بتتكلم في اسبوعين ثلاثة لازم تكون مفنش فيها حاجات كتيرة جدا صح وهي دي كانت الصعوبة تعرف لو داخل مثلا الموسم من اول وقدامك مثلا شهرين ثلاثة على تجديد وتقعد تعمل تكون الفرقة او تقعد تظبط الفرقة لو انت عليك احتياجات مثلا هتتفق عليها او تجديدات هتقوم بيها او تعديلات ايا كانت اللي انت عايز تقوم بيه لو انت عندك وقت طبعا الوقت بيسهلك كتير طبعا لكن الاسف الوقت كما كانش مش عايز اقول مش في الصالحنا كنا مضغوطين جدا جدا وكنا لازم ننجز في الفترة دي انجزتو عملتو انتو عايزينو كله الحمد لله بنسبة كبيرة جدا يعني احنا عملنا حاجة زي ما بنقول عليها او زي ما بيقول عليها او زي ما بيقول عليها دلوقتي قررت الطريق يمكن احنا دلوقتي انجزنا لحنا كان الهدف الاساسي بتاعنا عشان برضو ما بنشتش بعيد او هدف الاساسي حنا لما كنا روحنا او البتادينا كان في شهر اتناشر وكان في ناس قريدي خلاص عقدها هتنتهي صح اربع العيبة عقدها تنتهي موسم عشرين واحد وعشرين اللي هو الموسم اللي بتلعب دلوقتي او ودول للاسف كانوا اعمدة الفريق وقوام اساسي في الفريق وكباتن في النادي فما كانش فيه هم نتكلم هنا على اوباما كان على شيكبالا شيكا اوباما جنش والناشئ الوحيد اللي كان موجود كان فتوح هاي دول كانوا قدهم هتخلاص هتخلص صح فكان عندهم الحرية في يناير ان هم يمشوا او يمضوا في اي حتة تانية طبعا احنا كهما كابناء نادي زمالك وناس كبار وقدام يعني انا كنت مستصعب ان هم كانوا يعملوا كده اما كانش فيه استخدام حال ان هم يعملوا حاجة زي كده انما كان بالضرور او بالتبعية ان احنا نقدر الموقف صح ولو ضمنيا حد فالحمد الله ربنا اكرمنا ان احنا خلصنا الاربعة دول في وقت قياسي وانجاز برضو بمساعدتهم وزي ما بقول لك ان هم قدروا دي قوي واحنا برضو قدرناها في المقابل والامور مشيت على خير وابتدينا بقى دي كانت الاولوية الاولى او الاساسية بالنسبة لنا في الفترة الديقة دي تجديد العقود الاول وبعدين تدخل بقى في تفاصيل كان فيه واحد برضو قبل ما انساء كان برضو حيخلص برضو بالنسبة له بس ده كانت مشكلته ما زالت قائمة اللي هو كان فرجاني ساسي طبعا هنكلم عنها اكيد بالطبع وده برضو الوحيد اللي كان برضو من ضمن الخامسة ان احنا عايزين نجدد له طبعا طبعا هنش لعيب محلي عشان برضو الناس ايه تبقى مفرقة معنا وفي المقابل برضو الراجل برضو ابدى يعني حسن النية ورغبة جميلة كبيرة جدا بالبقاء في نادي الزمالك واحنا قدرنا ده في الرقم اللي احنا عرضناه عليه فهي الموضوع دلوقتي هو اعتقد ان هو لسه بق بيفكر يعني كده الكرة في ملعبه هو الكرة في ملعبه انتو عرضتو 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 العرض بتاعنا اه الرقم اللي نقدر زي ما قلتلك وهو اخصى رقم ممكن نقدر نعمله لواحد بحجم اسم فرجاني ساسي مسموح انه بتقوله للعرقام لكابت الحسين ولا مش ما يفضلش بتبقى صعب يعني عشان طالما اخرجت برا المسئولية او حتى في المسئولية يعني دي انا كحسين الساد ما بقدرش فيه ممكن غير يقولها وانا ما بفضلش ما بفضلش حتى انا شكرا ما بتغطش انا باسع اللي يعني. الارقام دي ممكن اقولها لما المور تخلص خالص. بالزبط اه اه. فده كان اللعيب الخامس اللي كنا بنتكلم عليه. كان فيه بقى اولوية تانية برضو بالنسبة لنا. العقود بقى اللي هي السنة اللي جاي. طبعا. فطبعا يعني دي قدامنا كان هيبقى وقت. لسه شوية برضو اه. وكان من ضمنهم برضو الناس اللي ابتدت تتكلم لوقتي انت بتعملوا مع ايه مع اه عبدالله جمع. عبدالله جمع. ده واحد برضو من ضمن الناس اللي هو هينتهى واحد وعشرين. بالزبط. انا جابتكلم لسه في نار اللي جاي يا جماعة. مش عايزين نستعجل على نفسين ومش عايزين نصدر للنادي ازمات او مشاكل ونفتعل.